بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد ان شاء الله رب العالمين معدنا النهاردة مع فيديو جديد من فيديوهات سلسلة اوفن باك الاسئلة دي يا شباب بيكون فيها افكار وبتكون درستها قبل كده في مرحلة العددية ولو تانية سنوي لو انت في تلتة سنوي فهقامل حسابك بمجرد نزول كتاب المنهج هنشتغل مع بعض ما ان شاء الله على قناة اليوتيوب هنحل مع بعض من كتاب وهنمسكه كاملا شاملا نحله زي سنة اللي فاتت ما عملنا لو انت تقلبت في القناة هتلاقي ان انا حاليت اكتر من كتاب سواء شرح او فين الريفاشن غير سلاسل المراجعات المحترمة اللي عملناها وانت ممكن تقلب في التعليقات وتشوف زمالك كاتبين ايه عشان الحمد لله رب العالمين القناة كان لها دور محترم السنة اللي فاتت في العالية جدا اللي بعض الطلب اجابوها اتمنى قبل ما ضد الفيديو تنزل بس تحت كده تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناة وتكتب كومنت علشان الحاجات دي بتحفزنا ولحد ما تعمل كده شوف الصورة اللي هتظهر لك عشان دلوقتي كده واقرأ الكلمتين دول بقلبك وبعدين وانت بتقرأهم اعمل لايك واشترك في القناة وبعدين ترجع تعالى نكمل اول سؤال معنا يا شباب بيقول لي كلمة دي اش اصلا من الكلمات اللي بستخدمها عشان عبر عن النفي زي كلمة دي بالظبط زيها زي كلمة ياتنين دول اصلا معناهم نادرا اوقلا ما افعل الشيء وانت عارف انك لما تبدأ الجملة بكلمة من الكلمات دي فالكلمات دي اصلا بتوحي بالنفي فلما تقول مثلا اي سلدم واحد كده بقول لك اي سلدم استاذي يعني انا نادرا ما اذاكر يعني معناها بالعربي ما بذاكرش كتير فالجملة دي بتديك احاء بالنفي معنى نفي واحنا متفقين ان اي كلمة من كلمات النفي نبدأ بيها الجملة فبنعمل حاجة زي ما انت عارف اسمها الانفيرجن الانفيرجن ده اللي هو القلب انك تقلب الجملة فلما تلمح سلدم ورارلي واردلي والناس دي قاود الجملة فحضرتك محتاج فعل مساعد الأول وبعد الفعل مساعد عايزين فاعل فدي بدأ بالفعل نستبعدها بدأ بفعل مساعد هنفكر فيها بدأ بفعل مساعد نفكر فيها مفيش هنا فعل مساعد أصلا نستبعد فتفكيري وأنا بحل كطالب اننا هختار am I أو do I بس انا عارف كويس وفاهم اني لما يكون معاها verb to be فانا محتاج بعض الفعل مضاف له ING أو لو ING يبقى معلوم لو ده مجهول لو انا معايا فانا عايز بعضه لو انا معايا verb to do فانا عايز بعضه الفعل في المصدر وبناء عليه لو انت معاك مصدر اكيد عايز verb to be معاك عايز have أو verb to be كده فبالتالي انا معايا كلمة leave يعني يغادر ده فعل في المصدر اذا نستبعد am لان المفروض am يكون بعدها وبكده نستخدم do ومعنى الجملة اصلا يا شباب do I leave my house so early وده ممكن نستخدم مكانها I seldom leave my house so early وانت ليه قلت ليه leave مضارع يا مستر لانك استخدمت فعلي مساعد do يعني ده معناها لو انت قلت seldom did I leave ده كان ممكن نستخدم الناحية التانية I seldom left الغملة التانية بيقول لك only by working hard فقط من خلال او بواسطة العمل الجاد able to be famous قادرا على ان يكون مشهورا قبل ما احلل الجملة دي انا عليك اتخذ بالك enable to دي معناها قادر على دي اصلا يا شباب كده لوحدها صفة فلما نكون معاك صفة انت بتستخدم معاها verb to be فلو انت عايز تقول يكون قادرا على فهتقول is able to ولو ماضي هتقول was able to ولما نحب بننفي الصفة بننفيها بالverb to be زائد كلمة not فلما تقول لي مثلا I am short انت حبيت تنفي دي فهتقول I am not short لكن لما تقول لي she studies يعني هي بتذاكر وحبيت تنفي دي والله ده فعل انا عايز انفي الفعل هنفي don't و doesn't فهنقول she doesn't study نفس القصة دي انا عايز بتاخد بالك هنا منها انت معاك هنا able to فعايز قبله في verb to be حلو هنا did ما ينفعش وهنا did ما ينفعش بقي معاك he was was he تمام كده الحقلاصة بقى في الموضوع ان only دي من الكلمات برضو اللي بستخدمها عشان اعمل inversion لما تظهر قدامك كلمة only في اول الجملة بتعمل inversion وبالتالي انت هتستخدم هنا فعل مساعد وفاعل دي بدأ بالفعل مساعد يبقى دي الاجابة طب ليه دي لأ عشان دي بدأ بالفاعل وتبقى دي غلط طيب الجملة اللي بعد كده I went to school and some teachers انا ذهبت للمدرسة وايه بعض المعلمين عايزك تحطها كده في اذنك وفي قلبك انك لما يكون الجملة فيها first كلمة first او كلمة zen او كلمة and عايزك تعرف ان الفعلين اتنين بيكونوا نفس الزمن سواء هم مضارع او ماضي بمعنى انك انت بتقول في الجملة مسلا انت قلت لي هنا I went to school انا ذهبتوا الى المدرسة وقابلتوا فانت عايز تقول قابلتوا ماضي فنختار في الجملة دي مت طيب استنى كده لحظة عشان نعمل حاجة تنين مخادعة شوية لو انت قلت لي have met have met مضارع تام بس بيوترجم ماضي فلما نحب انترجم have met هنقول قابلة يعني انت بقى قابلتوا طب ليه ما ناخدهاش لانك انت قلت لي انت الفعل اللي قبلها زمنه ماضي بسيط فاللي هنا برضا هيكون ماضي بسيط فعشان كده خدنا مت طيب واحدة تانية I saw your dad in the park انا شفت والدك في الحديقة I am ايه يا ترى انت عارف ان surely d معناها بالتأكيد ينفع تقول لي انا بالتأكيد لأ لكن انت ممكن تقول هالي surely you did that يعني بالتأكيد انت فعلت ذلك تبتم تأشور دي معناها يطمئن assure your heart assure your parents يعني طمئن ورديك positive d بقى يا سيدي لها موضوعين positive d معناها ايجابي positive معناها متأكد يعني كلمة positive d من معانيها بتصير كلمة sure طب negative دي معناها سلبي طيب انت في الجملة بتقول لي انا شفت والدك في الحديقة انا متأكد فعشان كده بتقول positive يعني انا عايزك تفهم ان في الجملة دي كلمة surely معناها بالتأكيد واحد بيقول لك holy go with me هتروح معايا فتقوله بالتأكيد طبعا يبقى surely لكن لو انت عايز تقول I am فهتقول لي I am sure يعني انا متأكد وبدل ما تقول I am sure استعلم بقى لنك تقول I am positive طيب رقم خمسة I always have fun I am tv عايزك تعرف القصة اللي حكالك دي الملحوظة اللي هكتبها لك دي مهمة جدا يعني سكينشوت لو انت محتاج عشان هم ساعي الصبورة طيب افهم اللي انا هكتبها لك دي حتة مهمة جدا عايزك تعرف وهتعلم ان have fun بنجيب بعدها الفعل مضفل ing ing بمعنى استمتع بي زيها بالزبط I enjoy بتدي نفس المعنى وبعدها الفعل مضفل ing فلو انت عايز تقولي انا باستمتع بمشاهدة المباريات طيب واحد باستمتع بالقراءة هيقول لك I have fun reading انا باستمتع بالقراءة اذا عايزك تتعلم الحتة دي ان have fun بعدها يكون فعل مضفل ing طيب في جملة هنحلها فرده بعدين بس خلالة لما يجي دورها I always have fun TV فالمفروب نستخدم كلمة watching طب هو ينفع watch نجيب قبلها هو الفعل يجي قبل ها ما انت عارف حضرتك ان كلمة watch دي معناها يشاهد ومعناها يراقب لما يقول ده police watched us يعني راقبنا كانوا يراقبونا لكن لما تقول my dad يعني ابويا boot طيب اللي بعد كده can you give me two days بص معين كلمة other دي معناها اخر وبنجيب بعدها اسم جمع كده معناها اخر فلما ولك مثلا other students يعني الطلاب الاخرين تمام طب كلمة another دي بقى another دي ممكن نجيب بعدها اسم مفرد فيبقى معناها اخر وممكن نجيب بعدها اسم جمع فيبقى معناها اضافي فلما نقول مثلا يعني ساعة اخرى لكن لو انت قلتلي يعني كمان ساعتين اضافيين ما تيجي نبص على الجملة انت بتقول هل يمكنك ان تعطيني يومين اكيد يومين اضافيين اضافيين يبقى اضافيين يعني تعرف ان كلمة لو جبنا بعدها اسم جمع طبعا عدد يعني بعدها اسم جمع فده معناها اضافي كده احنا اخدنا خمس او سبتة من الحزوات في الجزئية دي هكملهم عشرة في نفس الفيديو بس الاول او عتنسى انا قلتلك في اول الجملة ان الاتنين دول كلمات لما يكونوا في اول الجملة فدي كلمات نفي فنعمل حاجة اسمها وعايزك تبقى فاهم لان ممكن يسألك سؤال بالمقلوب على عكسة ما انت فاهم بمعنى يقول لك بتعبر عن ايه الجملة دي وديك كزا حاجة كده يا ترى انفرجن ولا ولا فاكيد بتعبر عن انفرجن عايزك تعرف ان لما يكون معك كلمة ان فالفعل اللي قبلها واللي بعدها نفس الزمن عايزك تعرف ان كلمة معناها بالتأكيد لكن كلمة معناها متأكد دي صفة والصفة عايزة قبلها فلما قول لك نفس المعنى طيب الحاجة اللي بعد كده عايزك تفهم ان المصطلح ده تحفظه يعني يستمتعوا بي مشاهدت الفيات زيها زي الحاجة اللي بعد كده ان ممكن نجيب بعد رقم واسم جمع وده معناها اضافي فلما قول لك يعني ديني كمان اضافيين الجزئية الاولينية كده ست جمل خلصناهم اعمل سكينشوت عشان نمسع السبورة وكمل لك تعال يا شباب نكمل مع بعض الجمل من رقم سبعة لحد رقم عشر وبحيس يبقى احنا اخدنا عشر افكار مختلفة في الفيديو ده بس لاكيد عشر افكار دول مش خسارة انك تنزل تحت تعمل لايك للفيديو اكيد مش خسارة وما تنسنش كده بدعوة محترمة منك ولو هتفاضل بالاتنين ادعيل وما تعملش لايك اول واحدة في رقم سبعة سامي سامي ده مع عمر وما بجيه في الوقت المحدد ابدا ابدا اختار لي بقى ليت ولا ليتر ولا ليتر مين في دول بالزبط بص معي انت عندك كلمة ليت دي حضرتك عبارة عن صفة وعبارة عن زرف الكلام ده قلناه اكتر من مرة والكلام ده مهم صفة بمعنى متأخر طب زرف بمعنى متأخرا طب انا عايز ما يساعدين على الموضوع ده بص معي اقول لك مسلا في جملة انت تكون متأخرا فهي هنا صفة في الجملة دي كلمة ليت صفة لكن لما قل لك انت تبدأ متأخرا فكلمة ليت هنا عبارة عن زرف وانا ايه ما يزلي بينهم بقى من غير الموضوع الترجمة ان الصفة بيكون معها والزرف بيكون معها فا برقم واحد طيب حاجة كمان لما نقول ليت مونة ليت مونة دي معناها المرحومة مونة يعني مونة الله يرحمها يعني في كلمة ليت دي معناها المرحوم اللي مات زمان يعني طيب الحاجة التانية كلمة ليتر بالترتيب كده ليتر دي ليتر معناها بعدين يعني لما تقول لي واحد اشوفك بعدين يعني فتقول له اقابلك بعدين وخايل لي بالك ان هي تي واحدة طيب الحاجة التانية كلمة ليتر معناها اكثر تأخرا عني اقول لك انت جيت ليتر ذان مي انت جيت متأخر اكتر مني حلو حلو الحاجة التالتة كمان ودي يعني حاجة لسه تقريبا انت لو انك ما ذكرتش القواعد سنة الفات كويس فاكيد محتاج تفهمها الاول لما قولك مسلا احنا وصلنا للمدرسة ساعة سبعة ونص الجملة دي خيالية شوية هما بدأوا تحسر قانية قبل سبعة ونص بساعتين معلش مش مشكلة المهم يا طانع انت هتقول ستارتد واللي هاد ستارتد عايدك تفهم ان كلمة ليتر دي وكلمة ايرلير ايرلير دي بتشير ان الحاجة دي حصلت الاول يعني بتشير لحادث ماضي تام طب كلمة ليتر بتشير ان الحاجة دي حصلت بعدين يعني حصلت رقم اتنين فبتشير لمواضي بسيط ففي الجملة بتاعتنا دي هناخدها بشكلين شكل اولاني لو انت قلت لي وصلنا للمدرسة بساعة سبعة ونص والحصة الاولانية بدأت بعدها بساعتين يعني تسعة ونص اذا المفروض ان حدث تستخدم مواضي بسيط المواضي البسيط لو هستارتد طب افرض نفس الجملة دي مستر مكتوبة مش عارف معناها ان الحصة بدأت بدري قبل ما احنا نيجي بساعتين الحصة بدأت الاول وبعدين احنا جينا اذا حدثتك في الحالة دي لما يكون معك كلمة فهتستخدم وبالتالي ملحوظة كمان بمعن احنا بنستخدم نتكلم في لو انت قلت لي مسلا نقط فهينا نستخدم مواضي بسيط طب لو انت قلت لي فهينا نستخدم مواضي تام والفكرة دي كانت موجودة السنة اللي فايت في كتاب طيب الحاجة اللي بعد كده باحنا تكلمنا على وتكلمنا على باقي معي عايزك تفهم ان كلمة دي معناها الثاني من بين اثنين يعني ايه الثاني من بين اثنين انا مسك الاميه حلو فانت بتقول كان يو بليز جيف مي اتن فرحت انا ميديك الام ده تقولي نو جيف مي ذا ليتر ذا ليتر يعني الثاني وهم اصلا كانوا سنايه حلو انت تتكل سندوتشين واحد طعمية واحد لحمة فاقلك كان يو جيف مي اتن وتكلمي سندوتش فانت بتديني الطعمية فقولك نو جيف مي ذا ليتر فالحالة دي ليتر دي اللي خيبناها اللي معناها الثاني من بين اثنين. طب وما الكلمة سكند. سكند معناها التاني بس من سلسلة. يعني مسلا احنا دخلنا امتحان كنا مية طالب فاحمد جاب المركز الاول وعمر جاب المركز التاني. هنا بقى ان عمر امر كيم ليتر ولا سكند هنا كيم سكند. يعني مركز التاني. لان هما اكتر من اتنين. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة دي اللي معناها زبالة. القمامة بتساوي كلمة وبتساوي كلمة طب دي معناها حرف ومعناها خطاب. حيب. طيب انت بقى في جملتنا تعالى نترجم. سامي ده عمر ما بيجي في وقت للمحدد ابدا. ده هو دايما بيجي متأخرا. متأخرا اللي هي كلمة ليت. فهناخد ليت. طب الراجل اصلا جايب لك الجملة جايب لك سامي نيفر كمز اون تايم هي از اولوز ليت. هي از اولوز ليت. طب احنا عايزين اه هو دائما يكون متأخر. مش مش شاتي. هنا في الجملة دي كلمة ليت يا ترى ظرف. والله صفة. والله هيستنى. انا معايا في يبقى ليت دي كده عبارة عن. طب افرض انت قلتلي هي كمز ليت. ما هو لو انت قلتلي كمز يعني فعل وما ده مفعل يبقى اكيد كلمة ليت عبارة عن ظرف. الجملة التانية. لو انت فاكر في الفيديو في النص الاولي من الفيديو قبل انت تحس بورة كان بيقول لك هاف فن وبعدها الفعل مدفصل اي انجي. بدا اول ايديام عايز ان تحفظه بقى كلمة فن. هاف فن و اي انجي. الايديام التاني بقى انك تقول لي اه لط اوف فن. الط اوف فن دي معناها شخص مرح. يعني لما قلك مسلا احمد از الط اوف فن يعني احمد ده شخص مرح. بضحكنا وفرحنا وكده. فهنا بالتالي هنستخدم كلمة فن. وملقي فان. فان دي لها معنين. معناها المعجبين. ومعناها مروحة. تمام? شغال المروحة. المعجبين هاجموا على الاستاد. وملقي فاني. فاني معناها مرح. طب انا امتى اخدها? بصد كده اركز معي. بتقول لي او او اخد بالك على طول من غير طيب. ما ينفعش اقول لك مسلا ان انت تقول لي مسلا اوبعة تعمل دي. الوط اوف فان. ركز منائز. الوط اوف فان او از فاني على طول من غير كلام. وحنا اخدنا هنا فان. طيب الجملة رقم تسع. هي از ويل از اكتف. اكتف يعني نشيط. وبالمناسبة وانت طيب سنوية عامة. اعرف ان كلمة اكتف بتسوي كلمة لايفلي. ولايفلي اخرها بس هي صفة. زي اها دي كلمة طيب. عايزك من كل جملة طلع بكل الملحوصات الممكنة. بص يا سيدي. انت عندك از والاس دي از والاس لها الاحتمالية. الاحتمال الاولاني انك انت تبدأ الجملة بالفاعل تبدأ بفاعل اول وبعدين از ويل از وبعدين فاعل تاني وبعدين كده فاعل. الفعل هنا بقى على حسب الفاعل الاولاني. فعل على الفاعل الاول. الاحتمال التاني انك انت تبدأ الجملة باز ويل از اللي بتسوي ان اديشن تو اللي بتسوي بي ساي ديس والتلاتة دول بيكون بعدهم الفعل مضافل اي النجي. طب تعالى نشوف المسال. بص معك. امسك القلم كده معايا وقود. عايزين نقول اي اي از والاز مونة از ولا ار والله انت اي هتاخد معاها ام طبيعي. ومونة هناخد معاها از. يا طرق انا اخد ام ولا از ولا اربع. انت قلت لها الفعل الهون الاولاني. اللي هو اي فتبقى ايام. طب هنا از والاز نقط اكتف از ولا ار والله تاخد ار. وهي تاخد از. بس احنا متفقين ناخد على الفعل الاولاني. فناخد مين? از. وبشكل لطيف كده لو انت عايز تفهمها انت اصلا بالعرب بتقول ايه? هو زيه زي بابا وممتو. عيل نشيط. شفت? هو زي بابا وممتو. يكون نشيط. من اللي يكون نشيط? هو الود. طيب الجملة اللي بعد كده او البسال اللي بعد كده. يعني بالاضافة الى الجاري. بس سوعة لخبة بين يا رب تكون دي ظهر في الفيديو. وبين دي غير دي خالص. دي اللي معناها اللي معناها اللي معناها اللي معناها اللي معناهم بجوار او بجانب. طيب بها دي اللي بتسوي دي قاعدة مشرحتها انا على المحتوى الخاص السنة دي وان شاء الله هشير لكم منها جزئية اللي فعل الحاجات دي. طيب انت شكلك تعبان. ليه ما تاخدش روحها? بص همسح الصبورة. فلو انت محتاج سكينشوت. اضرب سكينشوت سريعا. بص معايا بقى. بيقول لي الرابل في القصة فكرة اللي هنا عايز تعرفها انك لما تقول معناها ليه ما لا? دي بتساوي وفاعل. مسلا. واي دونت يو واي دونت آآ واي دونت يو. واي دونت يو واي دونت زي وهكذا. طيب. بص معايا كده انت في الجملة. انت بيقول تبدو متعبا. ليه ما لا? تأخذ بعد الراحة. فانا قدام احكمال من اتنين. اقول لك انا في الاختيارات قدامي مين? قدامي ما تنفعش. وقدامي بس عشان نستخدم لازم نستخدم وهنا ما فيش فما تنفعش يبقى خلصنا كده عشر جمال. الفيديو ده تقريبا هو الفيديو الخامس في سلسلة القناة اليومين دول بينزل عليها يا شباب تأسيس لغة انجليزية. الفيديوهات بتنزل يوم السبت والاتنين والاربعة. دول الايام السبتة الاسية. فيه في النص حاجات بتنزل كده فانت اكيد تبعها. يا ريتك لو انت شاطر كده بتعمل بلاي لست عندك وتسايا في الفيديو وتبقى تنقله في بحثك في كشكولك. ولما تبدأ اه تزاكر تقرأ كده بتأني. ولو في حاجة مش فهمها في اي فيديو اكتب لتحت انت لو قلبت في الكومنز هتلاقيني برد على كل الناس بتكتبع سئلة. هنعمل حلقات ترجمة اختياري وان شاء الله الاسبوع ده هشرح لكم على اليوتيوب في المحتوى المفتوح. هشرح لكم بالتفصيل وهنعمل حاجات كتير كده. بس اهم حاجة انك تدعمنا وتعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ونحط لي تعالى وبركاته.